إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام موضوعنا اليوم عن دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني وسنتطرق اليوم إلى تفسير هذا الدعاء وفضله هنيئا لكم أحبابي الكرام بقدوم الليلة نحن على مقربة ليلة القدر الليلة المباركة الليلة التي يتنزل فيها الملائكة والروح بأمر ربهم أرى الليلة المباركة الليلة التي تنزل فيها الرحمات الليلة التي ينزل فيها جبريل عليه السلام والملائكة الليلة التي يكتب فيها القدر العام كامل دينا فليلة القدر هي تلك الليلة التي وصفها الله تعالى بقيمتها العالية وقدرها الذي يعادل أو يزيد عن ألف شار أي ما يقارب أربعة وتمانين وهي الليلة التي ينتظرها المسلمين في العشر الأواخر من رمضان لنيل توابه العظيم أملا في ارتفاع قدرهم والآخرة وزيادة عملهم الصالح الذي يقودهم إلى دخول الجنة ونستعرض أحبابي في الله هذه الليلة معنى الدعاء الذي وص به النبي صلى الله عليه وسلم صل على الحبيب المصطفى اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الدعاء الذي وص به النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيد عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ترديده في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني فهل فهمنا هذا الدعاء وهل علمنا علمنا ماذا طلبنا منا رب العالمين في دعائنا هذا إنه العفو هنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام عفو في الأبدان والشفاء من كل داء وعفو في الأديان وتوفيقك للعبادة والخير وكل أعمال الآخرة وعفو من الديان وهي محو الدنوب والصفح والعفو والغفران من الله العفو الكريم بأن يتجاوز عن الدنب وبترك العقوبة عليه معاشر الأحبة لكي تشعر باسم العفو حقا اعرف الفرق بينه وبين الغفار أسماء الله كلها حسنة لكن العفو أبلغ من المغفرة كيف؟ هناك من يتعامل معه الله تعالى بالمغفرة وهناك من يتعامل معه الله بمنزلة أعظم بالعفو فأنت ماذا تستحق؟ أما فهو غفور وعفو المغفرة أنك إذا فعلت دنبا فالله يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة ولا يعاقبك على هذا الدنب لكن الدنب موجود أما العفو فالدنب غير موجود أصلا كأنك لم ترتكب الخطأ لأنه أزيل ولم تعود آثاره موجودة لذلك فهو أبلغ فقد تكون عملت صغائر ولم تتقرب من ربنا أو لم تدرك ليلة القدر أو تكون عملت صغائر ولم تتقرب من ربنا أو لم تدرك ليلة القدر أو فتأتي يوم القيامة فتجد الغفور وقد تكون عملت كبيرة فتبت وعدت وأدركت ليلة القدر وعبدت الله فيها فتجد يوم القيامة العفو والعفو لا يذكرك بسيئاتك لأنه محى أما الغفور فقد يذكرك بسيئاتك ثم لا يعاقبك والغفور قد يغفر لك ولا يرضى عنك أما العفو فراض بالتأكيد فمثال للفرق بين العفو والغفور يوم القيامة حديث يأتي العبد يوم القيامة فيقول له الله تبارك وتعالى يأتي العبد يوم القيامة فيقول له الله تعالى أذن عبدي فيقترب العبد فيرخي الله تبارك وتعالى عليه ستره فيقول له الله أتذكر ذنبكذا أتذكر ذنبكذا لاحظ أن الدنوب موجود في الصحيفة فيقول نعم يا رب فيظن العبد أنه هالك فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في اليوم هذه مغفرة لكن العفو ماذا يقول الله يوم القيامة يا فلان إني راض عنك لما فعلت في الدنيا قد رضيت عنك وعفوت عنك اذهب فادخل جنتي أرأيت الفرق بين هذه وتلك فأي منزلة تريد أنت والعفو تلقاه يوم القيامة فيقول لك تمنى يا عبدي واشتهي فإني قد عفوت عنك فلن تتمنى اليوم شيئا إلا أعطيتك إياه كيف يمحو ويغفر ينسيك الذنب وينسيه الملائكة وملكة الشمال ويمحى من صحيفة السيئات وتأتي يوم القيامة لا يذكرك به ولا يسألك عنه كأنك لم تخطئ وقد جاءت كل نفس معها صائق وشهيد حتى الملك لا يذكر هذا الذنب وإن كان كبيرا وفاضحا مدام الله عفاه عنك بليلة القدر فالكل سينساه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فتجد دنوبا موجودة في كتابك وقد غفرت لكن هذا الذنب غير موجود لأنه عفية أرأيت الفرق بين العفو والغفران أرأيت إن عفى كل ما مضى بعد المحو أحببي في الله الرضا معنى جميل جدا للعفو فالعفو يرضى عنك بعد المحو فليلة القدر العفو يمحو الدنب ثم إنه لا يؤنبك عليه وفي الدنيا قد يسامحك أحدهم ويظل يذكرك بخطأك من آن لآخر لكن العفو لا يذكرك بدنب لأنه محي أصلا وأمره انتهى ثم يرضى عنك فأي كرم أكثر من هذا وأي رحمة فلا تذهب بهذا الإسم وتدعو به طوال الليل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنك